فيه خناقة كبيرة قوي دايرة اللي قم انده قول بين صندوق النقد الدولي وسادة الرئيس السيسي قوي الصندوق حالف مئة يمين انه مش هيسلف السيسي تاني ولا هيديله مالليه محمر الا لما ينفس كل شروط ومن اهم الشروط دي الغاء الدعم بشكل كامل وخروج الجيش من الاقتصاد جانب المشير قال لا معلش بقى صندوق مش كل الشروط هقدر انفزها وقول امين انا ممكن الغي الدعم واجوع الناس عادي ما يجراش حاجة مستحيل اخرج الجيش من الاقتصاد مش لان الجيش على راسه ريشة يعني لا سمح الله ولا عشان يعني محرمش السادة اللي وقات من سبوبة البزنس الحلوة اللي غرقانين فيها لشوشتهم ولموا من وراها مليارات متلتلة لا خالص كل الموضوع ان خروج الجيش من الاقتصاد هيبوز الامن القومي بتاع البلد خالص هيوديه في ستين ده وده حاجة مش ممكن نسمح بيها طبعا عشان كده سموه الزعيم لحد النهاردة عمالي اقاوح في بيع شركة وطنية بتاعت الجيش من اوله والاخره وازاي البنزينة العجيبة دي بتأثر على الامن القومي خلونا نشوف في ناس كتير فاكرين ان سيادة رئيس السيسي بيبيع كل اصول البلد لاي مستثمر خليجي معادي وخلاص من غير دراسة ولا تخطيط ولا فهم بس الحيبق ان الكلام ده من الصحيح جناب المشير قبل ما بيبيع الاصل من دول بياخدوا الاول يبص عليه كويس قوي ويدرسوا بمنتهى التركيز والعبقرية والطب والفلسفة ولو لقى ان البيع النظيفة مش هتمسس سيادة البلد ولا هتهوب ناحية الامن القومي ساعتها جناب المشير بيتطمن وباله بيرتاح وبيقول على البرك بيجري بيها على طول وياخد الفلوس ضيعها الفناكيش ويا درما دخلك شر اما بقى لو اكتشف خير اللهم اجعله خير ان عملية البيع دي ممكن تأثر على الامن القومي ولو من بعيد لبعيد وقتها عرق الوطنية بين احسيسي بيقول لا البيع دي مش هتتم العلاج التتي حتى لو هنكسب من وراها مليارات كله الا الامن القومي لان امن البلد لو راح عشان قدر نعوض هنعمل فلوس دي ليها مليون سيك ممكن نستلفها نشحتها او نسرقها من جيوب المواطنين الاندال عادي اكبر دليل على الكلام ده اننا في اخر خمس سنين شوفنا سات الرئيس هو بيبيع جزر واراضي وشركات ومصانع ومواني وفنادق ورؤوس حكمة وليلة كبيرة قوي يعني كان نقس يبيع عياله بالمرة لان كل دي حاجات عادية لا ليها علاقة بالامن القومي ولا بتيجي جنب لكن في نفس الوقت سموز زعيم ما بيرضاش يفرط ابدا في شركات الجيش لا بيبيعها ولا بيخصخاصها ولا حتى بيديها لأي مستثمر حق انتفاع يوم واحد يعني الشركات دي مهمة جدا للامن القومي ويعني بتلمسه في مناطق حساسة شوية عشان كده ما نقدرش نقرب منها مهما حصل بس لأسف صندوق النقد الدولي من المفترية ده مش راضي يسيبنا في حالنا خالص بعد ما فقر الناس وجوعهم وغرقنا في الديون ما اكتفاش بكده ده ابتدى يبصلنا كمان في شوية الامن القومي اللي حالتنا عاوز يضيعهم من كم سنة كده صندوق النقد الدولي لاحظ ان جلالة الزعيم السيسي عمال يستلف منه وياخد قروض عمال على بطال كل نص ساعة وفي الاخر ما فيش أي حاجة بتتغير لا الاقتصاد المصري بينمو ويوقف على حيله ولا السيسي قادر يسدد قصات القروضي في معادها بالعكس ده كل شوية كان يروح للسندوق وهم دلدل وقال له ما عليش شو النبب والسندوق ولو فيها رزالة يعني ما عاوزك تديني قرد جديد بسرعة الله لا يسيئة أصر القرد القديم وقع مني وأنا ماشي وما معيش فلوس أروح السندوق بقى لما شاف كده استغرب جدا قال لك هوجد عشي حد بيودي القروضي كلها فين ده لو بياكلها ما كانتش هتضيع بالسرعة دي ساعتها السندوق قرر انه يبص على الاقتصاد المصري بصة كده عشان يفهم ايه اللي بيحصل ويدور على الثوق بالأسود اللي القروض بتخش فيه ما بتطلعش السندوق لما بص على الاقتصاد المصري اكتشف ان ما فيش اقتصاد ولا حاجة ان شاء الله الدنيا بايزة خالص وآخر سبه للا والجيش مكوش على كل حاجة في البلد وبلع الاقتصاد في كرشو والقطاع الخاص مش لاقي خرم عبرة يشتغل فيه وما فيش انتاج ولا استثمرات ولا صناعة ولا تصدير ولا ايه حاجة خالص وعلى جانب كده جاناب المشير سايب كل ده وقعت في حاله يبني منوريلات وعواصم إدارية وخوزيق أيقونية بفلوس القروض ساعتها السندوق جاب ست الرئيس من أفا وقال له بوص بقى بلح الجنين من هنا ورايح مش هتطول مني مليم وما لكش القروضة عندي إلا لما تعمل برنامج إصلاح اقتصادي وتنفذ كل الشروط والإجراءات اللي هقولك عليها عشان الدولة تتضبط بقى واضمن إن فلوسي هترجع لي وقصات القروض اللي هفتها مني هتتسدف في معادة ما أنا مش جامعية خيرية ولا خلفتك ونسيتك من ضمن الشروط اللي السندوق فرضها على السيسي في برنامج الإصلاح الاقتصادي إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف وخروج الجيش من الاختصاد شهاد الله سيد الرئيس لما شاف أول شرطين انبسط جدا وجير ينفذهم على طول بمنتهى الحماس قال لك يا السلام دول شرطين حلوين وعلى زوقي والله هيجوعوا الناس وهيمصوا دم الغلابة وهينزلوا معظم المصيرين العرر تحت خط الفقر وبصراحة دي حاجات بتكيفني جدا وبتحسن مودي وممكن أعملها من نفسي عادي من غير ما السندوق يطلبها أصلا بس مشكلة السيسي بقى فكيره عمال يتفرج عقوات المسلحة الباسلة وهي بتبلع كل القطاعات وتكسب مليارات ملاهاش عادة السيسي لما شاف الشرط الصعب ده ما بقاش عارف يتصرف إزاي في الورطة اللي ما كانتش على البال ولا على الخاطر دي ما هو ما قدرش يخرج الجيش من الاقتصاد بعدما شركاته مالت الدنيا وسيطرت على البلد من أولها لأخيرها ولا استجري يقول للسادة اللي وقت سيبوا البيزنس والسبوبة اللي انتوا عايمين فيها بقى لكوا سنين ويرجعوا حمل حدود تانية لأنه لو عامل كده ممكن يقلبوا عليه ويحطوا السيخ المحمي في صرصر حكمه خلال السنين اللي فاتت ساتة رايس حاول يهرب من شرط خروج الجيش من الاقتصاد ده بمليون طريقة مرة يطنش ومرة يعمل نفسه مشواخ باله ومرة يحلف بالطلاق ان الجيش ما عنده شركات أصلا وعمره ما هو من ناحية الاقتصاد ومرة يتحايل على صندوق النقد دوية رجعه انه يخلي عنده دم ويفكه من الشرط ده في مقابل ان السيسي يفشخ الناس زيادة ويعوم الجين لحد ما يغرق بس بعد كل ده مفيش فايدة برضه ايه الصندوق فضل راكب دماغه ومصامر من الجيش لازم ياخد بعضه ويبعد عن الاقتصاد ويغنيله مع كل مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصندوق كان بيشاور على الشرط ده بالذات ويحطه تحته ميت خط جناب المشير بقى اخر مغانب مع صندوق قليل الزوء ده قرر انه يضحك عليه ويشتغلوا كده بصنعة لطافة زي ما بيشتغل الشعب المصري بالزبط بقى كل ما يجي معد قرد جديد يقول لي صندوق النقد خلاص يا عم ولا اتزعل نفسك انا بكرة الصبح هنزل افرش بشركات الجيش اللي مزعلك دي في السوق وهبيعهم كلهم للقطاع الخاص والذكران بس اول ما الصندوق يطمن ويدي له قرد السيسي كان يلحظ كلامه على طول ويقف البيع الحوار ده بدأ من خمس سنين تقريبا لما الدولة البلاحية اعلنت انها هتطرح اسهم شركتين من شركات الجيش في البورصة وهم صافي ووطني واللي تقال وقتها ان السيسي اخد الشركتين دول من ايديهم حطهم في الصندوق السيادي بتاعهم وكلف ايمان سليمان رئيس الصندوق انه يقيمهم ويتمنهم ويسوقهم ويشوف لهم مشتري متريش كده وفلوسه حضرة من بعدها ايمان سليمان ده داخل سبع دخات وما شافش يوم حلف لان الجيش بقى عمالي مطوح فيه من وشمال وما رضيش يدي له معلومة واحدة عن الشركتين القوات المسلحة الباسلة مشكورة فضت من خبية في عبها كل الورق اللي يخص الإرادات والمصاريف والإنتاج وحيازة الأراضي ورواتب السادة للوقات والرجل بقى كل ما يطلب معلومة عشان يقدر يقيم الشركات وينجز صفقة البيع يلاقي قيادات الجيش ببصوله من فوق لتحت وبقوله لا معلش والله دي أسرار عسكرية خطيرة جدا مينفعش واحد مدني زيك يعرفها ولهو مش عاجبك روحش تكينة في محكمة الأسر طبعا كل ده كان مقصود بي أن الصفقة توقف محلك سر والبيع ما يتمش وفي نفس الوقت نظهر قصاد صندوق النقد الدولي إننا شغالين في الإجراءات هاو وبنحاول نبيع والله بس الدنيا مش ماشي هنعمل ايه يعني ما يقدر على القدرة اللي أربل هنروح نشد المستثمرين ونخليهم يجوا يشتروا بالعافية مسألا ولا نتصرف إزاي والحال فضل على كده وقته طويل جدا وفي النهاية أيمن سليمان آخر مغرب اضطر إنه يستقيل ويسيب الصندوق السيادي وفي كلام إن السيسي هو اللي رافضه لما زيق من زنه قال له أيمن انت نسيت نفسك ولا يا حبيب أنا جايبك عشان تقعد في حالك وتبقى خيال ما قاتعادي زي كل زملتك المسؤولين إنما هتفضل بقى توجع على دماغي كل شوية وتوجع على دماغي الجيش وتطلب منه معلومات ملاكش عندي الاستمراء ستة والجلباء كسطور المهم إن بعد كل السنين دي الشركتين فضلوا تابع الجيش عادي جدا لا تباعوا ولا تأجروا ولا حد قدر يهوى بنحيطه في آخر شهرين بقى العلاقة المشبوهة بين صندوق النقد الدولي واسموه الزعيم السيسي اتوترت على آخر الصندوق من الغدارة هو بيعمل المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عشان القرض الجديد رجع فكر السيسي تاني بشرط خروج الجيش من الاقتصاد وقال له مفيش فلوس إلا ما شرط دا يتنفس طبيب الفلاسفة بقى لما سمع الكلام دا اتضايق قوي خد على خطره جامد فاطلع قال الكلمتين الخيبين بتوعه مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي على أساس إن الصندوق يترعب بقى خاف إن السيسي يفاركش معاه فيجيبه وراء على طول ويلغي كل شروطه ويقول له اسمه الزعيم شبك لبك قرضك وملك إديك بس طبعا كل دا ما حصلش الصندوق ما كلشه من الكلام الفارغ دا لأنه عارف كويس النساء الرئيس الشحات ما يقدرش يعيش من غير قروض ولا ثانية واحدة السيسي بقى لما لقى نفسه مزنوق كرة وظاهره للحيطة اضطر آسفا من كام يوم إنه يوقع على صفقة بيع شركة وطنية للبترول بس بسرط دي حلابة كده ومفتكرة على أساسي سكت الصندوق يعني وفي نفس الوقت ما يزعلش السادة لوقات السبوب إيه يا بقى السرط دي قال لك إحنا هنقسم محطات البنزين اللي تابع شركة وطنية نصين النص الأولاني عبارة عن المحطات اللي موجودة جوا المدن دول هناخدهم من إيديهم نزبطهم ونستف ورقهم ونحطهم في شركة جديدة لنج عشان نخب الفساد اللي كان بيحصل فيهم طول السنين اللي فاتت وبعد كده هنبيعهم للقطاع الخاص عادي جدا وهنقبط تمانهم مؤدن النص الثاني هو المحطات اللي على الطرق السريعة والقريبة من الحدود اللي هي أغلب المحطات أصلا دول بقى فضل تخيركم هيفضلوا تابع الجيش ومش هنقرب ناحيتهم حفاظا على الأمن القومي هو ده الكلام اللي مسؤولون وزارة الاستثمار قالوا بعضمة لسانهم خلال اليومين اللي فاتوا بس للأسف مفيش أي حد منهم فهمنا إيه علاقة الأمن القومي بالبنزينات العطارية يعني هل لو المحطات دي اتبعت للقطاع الخاص ساعة جيوش الأعداء هينتهزوا الفرصة وهيخش يفولوا منها ولا الإرهابين بتوع داعش هيروح يفجروها ولا الموضوع بالزبط المهم يعني إنها دي بنود الصفقة الجميلة اللي بتتعامل دلوقتي عشان نريح صندوق النقد ونهديه على السيسي باختصار جدا هنبيع كم بنزين على قد مقسهم بعد ما نقطع ورقهم القديم ونداري على فضايحهم وفي نفس الوقت هنسيب أغلب المحطات في إيدي الجيش عادي جدا عشان الأمن القومي ما يكلشه الشن سات رئيس السيسي اللي الآن قوي على الأمن القومي ومش عاوز يبيع بنزينات الجيش عشان خطره هو نفسه السيسي اللي من كام سنة باع جزيرتين للسعودية عادي جدا وهو برضو اللي في آخر سنتين باع أراضي وسواحل وشركاته ومصانع ومواني ورؤوس حكمة للخليج بمنتقى السهولة من غير ما تتهز شعره فأمن القوم ومش بس كرة السيسي هو كمان اللي باع شركات استراتيجية بتنتج وبتحقق أرباح زي شركات السماد والأسمنت والبترو كيمويات وما فرقش معها خالص إن بيع الشركات دي هيخرب الاقتصاد وهيرفع أسعار كل المنتجات تقريبا وهيقلل الإنتاج اللي راح في ده هي أساسا كل العاك ده حصل زي الحلاء وعادي جدا بس سبحان الله أول ما الموضوع هوب ناحية شركات الجيش وسبوبة السادة اللي وقت الوطنية فرقعت في خدود السيسي فجأة بقى عمال يقول حل أجد على الأمن القوم أحسن يهرب مننا بالمناسبة السعيدة دي عاوزين نقول إن صندوق النقد الدولي في المراجعات اللي قبل كده طلب من جناب المشير بشكل واضح إنه يلم نفسه ويبطل صرف على الفناكيش القومية الخسرانة والمشاريع اللي لا بتنتج ولا بتكسب بس سموه الزعيم نفض للطلب ده برده لأنه ما يدرش يستغنى عن اللقطة ولأن القوات المسلحة البسيلة هي اللي بتبني كل الفناكيش دي بأيديها وبتكسب من وراها مليارات متلتلة فما ينفعش نبطلها ولا حتى نقللها وما يصحش برضو نحرم السيسي من لقطته ونبص لللواءات في لقمة عيشه سادة رئيس بيثبت كل يوم إنه عنده استعداد ينفذ أي اتفاقات ويقبل بأي شروط طول ما الشروط دي بعيدة عن سبوبة الجيش وبإذن سقوات المسلحة إنما لو الشروط بسيطة وسهلة وفي مستوى المستبد المتوسط يعني يا دوب هتخليه يخرب الاقتصاد ويجوع الناس ويبيع البلد حتة حتة ساعتها بيجري ينفذها على طول من غير مناسة وهو مبسوط ومتطمن وحطت في بطنه بطيخة أمن قومي ونشوفكم على خير إن شاء الله شكرا